طيب بتكلم بالتأكيد على فريق سانداونز فريق سانداونز من الفرق اللي تقدر تقول بتلعب كرة قدم مختلفة شوية عن الفرق الافريقية ليه طريقة لعب سابتة من الفرق اللي موجودة بشكل أساسي في الأدوار النهائية فريق سانداونز كمان من أفضل الفرق اللي لعبت في الجولة الأولى والتانية في دورة أبطال الافريقية ويمكن الفرق أو من الأقل الفرق اللي عملت ست نقط مفيش غيره هو والرجاء وفريق التراجئ التونسي ولكن انبارح رولاني مكوينة المدير الفني لفريق سانداونز اتكلم في نقاط مهمة جدا أولا الناس سألته على حالة الإجهاد اللي ممكن بيتعرض لها لأهلي في الفترة الأخيرة فهل ممكن تكون في صلحق في هذه المباراة؟ ردي إجابة ألف حد ذات الموضوع ده بالنسبة للناحية البدنية أنا مش هقدر أتكلم على إن الأهلي موجهد ولا مش موجهد لأن أنا ما عنديش الأرقام الخاصة بفريق النادي الأهلي أو الأمور الفيزيائية الخاصة بيه النواحي البدنية للعابة النادي الأهلي فبالتالي مش هقدر أقيم هل في إجهاد عند العابة الأهلي في الفترة الحالية ولا لا لكن اسألونا عن النواحي الفنية وعول ما الناس سألونا عن النواحي الفنية بدأ يتكلم عن الأهلي من أول حراسة المرمى لغاية رأس الحربة وتكلم على وجود مروانة عطية أو أليو ديانج وجود علي معلول أو محمد أشرف وجود هاني أو خرد عبد الفتاح تكلم على دخول وافق جديد في نص الملعب زي مروانة عطية في الفترة الأخيرة تكلم على قدرات محمد عبد المنع تكلم على الشناو كحارس خبرة إلى أن وصل إلى بيرس تاو ويمكن بيرس تاو من اللعبة اللي يعني في فترة وجوده في سانداونز كان من أقرب الناس ليه المدير الفن الحالي لفريق سانداونز كوتش رولاني فبالتالي كمان تكلم على بيرس تاو وتكلم على محمد شريف وتكلم على قهربة فالرجل من الناحية الفنية مش هقول متابع لا ده حافظ حافظ كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأهلي لدرجة أمبارح بقول لك يعني بقول له حضراتكم وهو بتكلم على تشكيل الأهلي سمع التشكيل من أول حارس المرمى لغاية رأس الحربة في حوالي خمس دقايق بدون ما أي حد يقطع أو حتى يعني يباني أنه هو مش فاكر اسم لعب لا حافظ يعني بشكل جير جدا وكأن النادي الأهلي معاه يوميا في المتابعة بخصوص التحضير للمباراة من المفاجآت اللي اتكلم عليها مبارح المدير الفني لساندونز أنه هو كان باعت حد السكاوتينج يحضر مباراة الهلال والأهلي في السودان وقال دايما إحنا بنعتمد على فكرة المتابعة للفرق المنفسة في كل المباريات من أرض الملعب مش شرائط بس قال كان فيه وفد موجود في المغرب وإحنا قلنا ده قبل كده كانوا موجودين في المغرب في كاس العالم للأندية عشان يتابعوا الأهلي نفس الأمر تقرر في مباراة الهلال والأهلي الأسبوع الماضي في السودان كان كمان فيه حد من السكاوتينج موجود بيتابع مباراة الهلال والأهلي من أرض الملعب طيب انبارح رولاني مكوينة تكلم في نقطة مهمة جدا قال محدش يكلمني عن سيرينو أو الحرس القديم اللي موجود في فريق ساندونز أو حتى على مستوى حرسة المرمى كيندي مويني أو دينيس انيانجو قال الفريق فيه عناصر شابة جديدة قال فريق ساندونز السنادي بيقدم لاعب جديد اسمه كاشش مويلا ده اللاعب رقم 33 موليد 2001 يعني بنتكلم لاعب صغار في السن عنده 21 سنة قال هذا اللاعب من أكاديمية ساندونز لاعب نشأ وبدأ في أكاديمية نادي ساندونز وصعب لغاية الفريق الأول السنادي والسنة اللي فاتت لكن السنادي بيلعب بشكل أساسي على حساب سيرينو قال كمان عندنا اللاعب رقم 11 برافو عندنا الحارس وليامز بندفع به في هذه البطولة بعد ما كان السنة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت كان موجود دينيس انيانجو أو كيندي مويني وقال عندنا أربع حراس مرمى كلهم على مستوى عالي فعدم موجود دينيس انيانجو أو عدم موجود كيندي مويني ما فيش أزمة بالنزمانة وليامز موجود ولاعب في المباراتين اللي فاتوا وعنده خبرات حتى لما لعب السنة اللي فاتت إن أصيب لكن حارس من الحراس اللي موجودين معنا دايما في البطولات الإفريقية لو بسطوا على قايمة سانداونز يمكن آه دخل فيها 2-3 لعيبة جديد أبرزهم طبعا كشش مويلة رقم 33 لكن كمان فيه أحمد أبو بكر ده لعب مغربي لكن مش موجود مع سانداونز في القاهرة مصاب فمش موجود مع الفريق بنتكلم بقى على العناصر الأساسية السابتة بيتر شالوليلي ده رأس الحرب الأساسي المهاجم النبيبي في مكوينة في ليبوسة في سيرينو في أنديجالي كيكانا ومورينا دول أبرز اللعيبة اللي موجودين في فريق سانداونز وللعبوا قبل كده في مباريات عديدة أمام النادي الأهل كان مهم جدا أرصد لحضراتكم إيه اللي تم في المؤتمر الصحفي بخصوص تصرحات رولاني عن استعداد سانداونز لمواجهة الأهل لو ما تكلمش بقى على فكرة أنه عايز يكسب أو جاية عادل قال لك أنا جاي ألعب مباراة قدام النادي الأهل